واحدة من المعادلات الصعبة في السودان والتي يصعب في الحقيقة فهمها تتعلق بسؤال من يدعم من؟ الأصعب عندما يتعلق الأمر بإسرائيل القضية تكون أكثر تعقيدا لكن يبدو أن تصريحا لمستشار حميتي أو دجلو قائد قوات التدخل السريع قطع هذا الشك باليقين لكثيرين على الأقل في مقابلة تلفزيونية عبر الهاتف مع قناة كأن الإسرائيلية والتي ظهر فيها يوسف إبراهيم عزة الماهري وهو المستشار السياسي لحميتي تكلم فيها عما تتعرض له إسرائيل من حماس قارن هذا بما تقوم به القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان التي اتهمها بالإرهاب مقارنة طبعا كانت مستفزة لكثيرين ما قاله تحديدا يوسف أحدث ردود فعل واسعة كانت أغلبها مستنكرة وهو ما يلي هذا ما جاء على لسان يوسف عزة هنا أقول للشعب الإسرائيلي إن ما تتعرض له الخرطوم وقوات الدعم السريع هو هجوم يشنه الجيش استغلته العصابة الإسلامية الإرهابية ما نتعرض له تعرضت له إسرائيل ألاف المرات من المجموعات الإرهابية مثل حماس والمنظمات الأخرى التي يعرفها الشعب الإسرائيلي جيدا هذا ما نتعرض له اليوم وسنتصدى له بكل بسالة ونعزمه الذين سامعوا بهذه التصريحات التصريحات المستشار السياسي لدقل وغلق وعلقوا منهم عادل مثلا هنا لماذا الاستغراب؟ والله إنه النفاق والدحك على العوامل البرهان هو أول من طبع مع إسرائيل وذهب إليها متخفيا ثم من الذي أتى بحميتي؟ أو ليس الإخوان عمر البشير وجعل منه قائدا عسكريا؟ فهذه حصائد جماعة الإخوان البرودي كذلك علقه هنا في السابق كانوا يلعنون إسرائيل واليوم يدخلون تحت عبائتها حميتي مثال جيد الدخول تحت عبائة إسرائيل ليست جريمة نور الدين يقول هو الآخر في هذه التغريدة هنا ما الفرق بين حميتي والبرهان؟ البرهان مطبع يطلب ويد إسرائيلي البقاء في الحكم وحميتي يطلب دعمها لإسقاط البرهان كأنكم تتخيرون أي الضباء أفضل السعيد عبد الرحيم لا تقارن نفسك بحماس يا حميتي حماس بتقاتل عشان بلدها وأنت بتقاتل في أهلك عايز منصب وهم عايزين يحرروا بلدهم عبد الوهاب أخيرا هنا يقول لا شك أن حميتي ملعون بهذا التصريح لكن البرهان ليس بأفضل منه فقد اعترف بهذا الكيعن وأبدأ كذلك استعداده للتطبيع المقارنة بين إسرائيل وحماس والإسقاط على الحرب بين داجلو والبرهان يجعل الكثيرين يفكرون بأن إسرائيل تقف وراء حمدان داجلو هنا وتدعمه طالما أن البرهان يتهم من طرف الدعم السريع بالتحالف مع الإسلاميين وهذا أيضا يعني أن عبد الفتاح البرهان قائد قوات المسلحة السودانية وقائد الجيش مناهد لإسرائيل طالما أنها تقف إلى جانب داجلو لكن الوقاعة في الحقيقة على الأرض تبدو مختلفة فإسرائيل عملت طيلة ثلاث سنوات مضت على نسج اتفاقية سلام مع السودان في أعقاب اتفاقيات إبراهيم التي شملت الإمارات البحرين وبرعاية الولايات المتحدة إسرائيل تواصلت مع السلطات السودانية وشملت اتصالاتها كلا من عبد الفتاح البرهان وداجلو الذي وافق على صفقة التطبيع وكان الاتفاق للتطبيع تطبيع العلاقات بينهما حسب المصادر الإسرائيلية بعد انتقال السلطاء السلطة إلى حكومة مدنية جديدة وكان هذا سبب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للخرطوم ولقائه بالبرهان في فبراير رجباط الماضي التطبيع لم يحدث ودب خلاف بين داجلو والبرهان ووقعت الحرب حاليا إسرائيل أيضا معنية بحسب تصريحات مسؤوليها بوقف اطلاق النار في السودان وانقاذ اتفاقية التطبيع وحسب مسؤولي الخارجية الإسرائيلية فكل الطرفين المتحاربين قابلاء بفكرة الوساطة الإسرائيلية والتي تمت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية والإمارات حسب موقع كسيوس